عاوزين نبص على الاربع فرص دولار كريم وعاوز اقف عند فرصتين محمد سالم وعاوز اعرف هم اضاعوا ازاي الفرصة اولاية دي بتاعت محمد سالم ايه دي اه صحاب ايه ايه بص هو زا وعدة وجيري خلاص هو اي حاجة يشوت هاجون بس هو وقف للحظة ما عرفش وقف للحظة ايه لا هو وقف عشان يمين ولا شمال هو لو شط لا اوفكر يحط في الداية ولا في البعيدة ايه بص دا فكر في 8000 حاجة بحق بص هنا يعني مفيش خلاص انت سبقت يقولك كده خلاص اهو بالزبط كده اهو وبصراحة الراجل دايقه بتاعمل ايه تمامك كرة دي تانية برضو بص اي حاجة اي لمسة هيلمسها بدماغه قدام الجون بص يا كريم اي حاجة هيلمسها يجون هو خدها طالحها بص دي يعني اتفهمها شوية انها سريعة طبعا هو والاوفر قوي اه والاوفر قوي لا وفيه لعيب قابليه كمان حاجة بالرؤية نيجي بقى على فورستين التغييم طا مودست اللي كان زوره ما كانش افضل شئ الكرة دي كانت غريبة جدا في الشوط الاولاني ما لبسيتش والجزاوة العكسية هوية بتيجي الكرة يعني مش جاهز بس اقول لك هوا ده غيابة عن مباراة ما هي بقولك لسه مش جاهز بس ستايل تعال لبقى بص على الكرة دي برضو اللي كانت غريبة جدا بالنسبة لي دول اكتر اتنين لعيبة ضايعه طبعا بزي ما قلنا محمد سالم مودست كرة دي برضو كرة دي يعني بس تايما عشان هي يعني ما عرفش او ما تحسبتش افصاد ان حكم بعدها الكورنر كرة كتسهلة جدا ان مودست ممكن يجيبها دول فدول كانوا اكتر اتنين لعيبة ضايعه فرستين محققتين بس ديها شاكر جد يعني يا بوس لو بصيتها هتلاقي جد تقلق فيها اكتر من مودست ضايعها بس لا هي صريحة انحنا جاي النادي لقى لي جايب مودست عشان خاطر خلاص كرة دي بس يا كريم انا عاوز اقوليك بقى لقطة اغرب فرصة ضاعت في الدوري المصري في الجولة الاولى كرة غريبة جدا جدا معرفش لو اتعدد ربعين مرة اللي ربعين مرة هتخش جون في مبارات ايه مولي العرب بتاعت محمد شاوي تعال انفرج عليها محمد شاوي غريب عمل كل حاجة في الدنيا انا معرفش هو ده لاحظ زي محمد شاوي غريب العمل اوفر محمد شاوي غريب عدى مفيش اي حاجة صعبة اعتقد ايوة بالزبط بس ما فيش اي حاجة ممكن تستسلم ان هي الكرة زي دي بس كريم هو بالعرض دي كانت اغرب فرصة في الاسبوع الاول كله فرصة اكثر غرابة في الاسبوع الاول انت بتجيب لعيب محترف عشان يبقى كواليتي مختلف عن اللاعيب المصري فمش ممكن يكون الكواليتي المختلف لعيب عن الكرة زي دي اه اكيد ما فيش لعيب مصري كمانا هادا اه اه انت جاب محترف علشان يبقى افضل يعني مش ممكن لو لعيب من سهيل طيب عاوزين بقى نخش على أفضل تغييرة في الجولة الأولى أفضل تغييرة كانت موجودة في الجولة الأولى هي تغييرة مصطفى الشلبي برغم أن الناس كتيرة كانت زعلنة من أسوريو أن أسوريو بتغييرة شيكابالا كان ممكن تتأخر شوية وأثرت بشكل كبير على نادي الزمالك وقدت أن نادي بيراميدز قدر أنه يحرز الهدف ولكن عاوز أكلمك في حاجة ليه علاقة بأن مصطفى الشلبي هو اللعيب الوحيد اللي موجود في نادي الزمالك اللي عنده حلول كريم فيش حد في نادي الزمالك بيقدر يعمل حلول دي غير مصطفى الشلبي كم أفضل أفضل وأفضل أفضل 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 طول اول تاتش هيجي للمهاجم على طول هتحول في الجون عشان قوة بتاعها. عاوز هنا اواريك برضو كرة تانية اواريك قوة مصطفى الشلبي هنا نادي الزمالك قطع الكرة بص مصطفى الشلبي التحول بتاعه وبياخد فاول خطر جدا 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 في مكان خطر جدا ليه نادي الزمالك وكان ممكن يحرز من الرف طب مين اللعب الفاول برضو مصطفى الشلبي ولعبه بتميز كبير جدا هنتفرج على الفاول دلوقتي يا الكور السابتة عشان كاها بنقول مصطفى الشلبي اول ما جي نادي الزمالك الناس كان بتهجمه ولكن تطور بشكل كبير جدا مع اوزوريو هو اللعيب الوحيد في الزمالك اللي دلوقتي ممكن تقور في غياب زيزو طبعا ان هو الوحيد اللي ممكن يكون عنده حلول وكان لمس الكرة 18 مرة في الشوت التاني لما نزل ولكن كان ليه تأثير فعال بشكل كبير جدا يكفي ان نادي الزمالك شوت 7 تزديدات على مرمى نادي بيراميدز اربع منهم مساهم فيهم مصطفى الشلبي ودي قيمة مصطفى الشلبي عشان كده بنقول برغم ان اوزوريو اخطأ في بعض القرارات في التغييرات ولكن تغييرة مصطفى الشلبي يعني كانت التغييرة الافضل والابرز في الجولة الاولى بسبب الافكت او بسبب التأثير اللي عمله مصطفى الشلبي